الأبراج اليومية الخامس من ديسمبر 2023 يجلب يوم الثلاثاء الكثيرة من التوتر في الحياة اليومية ومناسبات مختلفة للإخلافات والقلق سوف تنشأ بسهولة مشاكل في التواصل مع الآخرين في وسائل الالتصال والنقل من الممكن أن تواجه صعوبات مع الزملاء أو العملاء في بيئة عملك يجلب هذا اليوم إمكانية حدوث سوء فهم متكررا بسبب سوء فهم موقف أو رأي الآخرين من الممكن حدوث الأرق وعدم انتظام ضربات القلب والدورة الدموية غير المنتظمة وتشنجية في هذا اليوم هناك احتمالية الاتخاذ قرارات متسرعة أو تصرفات متهورة أو سلوك غير عملي أو غير متسق قد تؤد الأحداث غير المتوقعة إلى إفساد خطك اليوم خاصة عندما يتعلق الأمر بعملك أو عملك باقي 26 يوما حتى نهاية العامة تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم بعيد قديس سفا في تايلاند يحتفلون بعيدهم الوطنية إجازة سعيدة لكل من يحتفل اليوم فسيكون من الصعب عليك يوم الثلاثة التواصل مع الأشخاص الذين ستتواصل معهم اليوم قد يكون هذا بسبب التزامك الأكبر وترك ورغبتك في إنهاء كل شيء في الوقت المحدد وبنجاح يجلب اليوم محادثة أو قرار يتعلق بالسفر أو مع الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنة أخرى يمكن تذكر هذا اليوم من خلال محادثة ممتعة أو خطة تتعلق بحياتك العاطفية كن اليوم منفتح على ظهور وتطور مجموعة متنوعة من الأحداث والأشخاص والمعلومات سوف تتعلم الكثير من الأشياء الجديدة وسوف تقابل أشخاص مثيرين للاغتمام سيكون هذا يوما لتجميع المعلومات التي ستخدمك في المستقبل القريب فإن توقعاتك لتطور بعض الأحداث اليوم ستحد من تصرفاتك الحرة فلديك يوم مناسب مامك للإتراءات التي تتوقع منها ربحا أو فائدة مالية أخرى فستندر يوم الثلاثة بشكل أكثر تفائل إلى المشكلات التي نشأت بالفعل في حياتك مع المزيد من الخيال أو بمساعدة الأصدقاء سوف تأخذ إذنهم اليوم لا تتسرع في الحكم على تصرفات صديق أو قريب واتهامه بالكذب أو الغشي أو غير ذلك من التصرفات يوم الثلاثة سوف يسعد الكثير منكم بدخل في ميزانية الأسرة أو بأخبار جيدة ذات طبيعة مالية ستكون حياتك العاطفية معقدة أو غير متوقعة ولكن غدا هو يومه أخر فان الأشياء والأشخاص الجدد الذين سيدخلون حياتك اليوم سيبقون لفترة طويلة بتأثيرهم أو التغيير الذي يجلبونه معهم فقد تكون الحركة في حياتك اليوم مرتبطة بالسفارة مع الأشخاص القريبين والبعيدين مع الأخبار من جميع أنحاء العالم فإن كل تصرفاتك ستتطلب لاهتمام اليوم لا تتكلم دون تفكير تحكم في انفعالاتك هذا هو اليوم الذي سيترك وراءه بعض توتر أو التجارب أو الأخبار غير السارة في يوم الثلاثة ستتطور حركة الأحداث التي ستجد نفسك فيها في اتجاهات ربما تختلف وعما كان متوقعا ولكن ليس على حسابك دائما إن تكيفك السريع مع أي موقف أو تغيير جديد سيكون ذا فائدة كبيرة لك لا تخاف من المجهول أو غير المألوف كن مستعدا وشجعا لاكتشاف أشياء جديدة وتعرف على أشخاص جدد وتعلم مهارات جديدة فلا ينبغي اعتبار التنازلات اليوم بمثابة ضرر الكبرياء أو كرامتك فاستحلك اليوم الفرصة لا تعيش شيئا عاطفيا له على قتب ماضيك قد تحقق مناصب أو نتائج جيدة في عملك أو عملك وكذلك في شعونك العائل فسي خلق هذا اليوم لحظات مثيرة للاهتمام في تواصلك مع أشخاص منمود وبدان مختلفة سيكون هذا يوما ميمون للسفر إذا دعت الحاجة تجنب الطفح الجلدوي أو الإجراءات المتصريعة اليوم فسيكون يوم الثلاثة يوما مناسبا لتطوير شعونك المالية وتسوية الالتزامات المتعلقة بالمال ستتمكن اليوم من تحقيق الكثير طالما تمكنت من التحكم في عواطفك وأهواءك سيكون يوم الثلاثة يوما مناسبا للقيام بالإصلاحات أو المشاكل المنزلية أو غيرها من المخاوف المتعلقة بالممتلكات أو للسفر لمسافات قصيرة أو لأجراء محادثات مع الأقارب المقربين من حيث الحب سيكون اليوم يوما مناسبا لأجراء اتصالات جديدة لكن ندع كل شيء يتطور في البداية كإستاقة جيدة فقد تقوم اليوم بترتيب لقاءات أو زيارات لأماكن مهمة أو مع أشخاص مهمين بالنسبة لك فإن تسوية الأمور المالية أو المستندات سيكون تطورا جيدا بالنسبة لك فقد يتركك الخبر ما غير مستعد لرد الفعل المناسب أمنح نفسك الوقت الكافي لمعالجتي ما تلقيته كم علومات